SQL Map هي أداة تتحكم بشكل آلي في عملية اكتشاف وفحص المواقع التي تحوي على أخطاء SQL والتي تسمح لكم بتولي قاعدة بيانات المخدم. تأتي هذه الأداة مع محرك بحث قوي مع مجموعة كبيرة من المحولات، والتي من الممكن أن تأتي من قاعدة بيانات بصمات الأصابع وبالدخول إلى نظام الملفات وتنفيذ العديد من الأوامر. إذا قمتم بفتح متصفح الإنترنت وذهبتم إلى موقع جوجل، فقط قوموا بكتابة PHP علامة استفهام ID equal 1، وهذا ما يطلق عليه ثغرة PHP ID أو PHP ID Vulnerability. سوف تظهر لنا مجموعة من مواقع الويب التي تستخدم الثغرة والتي من الممكن أن تكون عرضة للاختراق وربما لا. لذا سوف نأخذ الموقع الأول في القائمة وهو Contemporary Romanian Writers، فقط اضغطوا هنا كما ترون فإنه يستخدم ID equal 1. إن كنتم تريدون معرفة ما إذا كان الموقع عرضة للخطر، فقط اذهبوا إلى عنوان الرابط وقوموا بإضافة علامة أبوستروف بعد الرقم واحد، واضغطوا إدخال. سوف تظهر لكم رسالة الخطأ هذه. يمكن نسخ الرابط بدون أبوستروف بالطبع، والذهاب إلى وحدة التحكم، وإصدار أمر SQL Map. يمكنكم استخدام ناقص H للحصول على قائمة المحولات أو switches التي يمكنكم استخدامها، لكننا بدلا من ذلك سوف نذهب إلى تنفيذ الأمر مباشرة. سنقوم بكتابة SQL Map، ثم يمكننا إضافة ناقص U لإضافة الرابط، فقط قوموا بنسخ الرابط، ثم اضغطوا فراغ، واكتبوا ناقص ناقص DBS. هذا الأمر سيحاول الحصول على قائمة بقواعد البيانات التي تختبئ خلف الموقع هذا. فقط اضغطوا إدخال وانتظروا السحر. كما ترون هنا لدينا قاعدتان للبيانات، وهما Information Schema و Romanian SVC. حسناً، ما يهمنا هو Romanian SVC. الأمر الآخر الذي يجب إصداره هو، بعد حذف DBS نضيف ناقص D، ونحدد قاعدة البيانات Romanian SVC، ثم نكتب بعدها ناقص ناقص Tables، والتي سوف تجلب جميع الجداول الموجودة داخل قاعدة البيانات Romanian SVC. اضغطوا إدخال، كما ترون هذه قائمة بالجداول في قاعدة البيانات هذه. حسناً، نحن مهتمون بالحصول على محتويات الأعمدة الموجودة في الجدول. على سبيل المثال RA underscore Autori. بعد أن نكتب هذا، سوف نقوم بإضافة ناقص ناقص columns، وسوف تعرض كل الأعمدة في الجدول RA Autori، داخل قاعدة البيانات Romanian SVC. وهنا نحن نبدأ، هذا هو مخطط الجدول وبه عمودين. يمكننا تفريغهما إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. فقط ارجعوا إلى الأمر السابق، واحذفوا ناقص ناقص columns، واستخدموا ناقص C حرف كبير. ثم يمكنكم استخدام اسم العمود، مثل N-U-M-E، ثم N-U-M-E underscore N-D فاصل بوزا برينيوم إلى آخره. ثم فراغ، ثم ناقص ناقص dump، إنها تستخرج قائمة بمحتويات الجدول، كما ترون على الشاشة كل المعلومات المتعلقة بها. مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ هذه هي محتويات الجدول، وكما ترون هنا فإن التفريغ في الواقع موجود الآن على جهازنا الخاص. تم تحميل التفريغ على هذا المسار، لذا فإن كنتم تودون رؤيته، فقط انسخوا الرابط، وافتحوا نافذة جديدة، واكتبوا Leaf Pad، ثم قوموا بلصق الرابط. واضغطوا إدخال وها نحن. هذا الجدول لا يحتوي على معلومات سرية، إنها فقط لأغراض تعليمية. بعض المواقع تكون عرضة للاختراق، وقد تكون مهتمين حينها باستهداف جداول تحتوي على أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم. بعض المواقع القابلة للاختراق، تكون كلمات المرور فيها مشفرة، لذا فإن SQL Map يمكن أن يقوم بفك تشفير هذه الكلمات لكم بشكل آلي. في بعض الأحيان، لا يكون SQL Map قادرا على تصحيح كلمات المرور، لذا يمكنكم استخدام تطبيقات أو أدوات أخرى مثل John the Reaper لفعل هذا. لنأخذ مثال آخر هنا، لنذهب إلى هذا الموقع testphp.valenweb.com، وهو موقع قابل للاختراق عمدا بواسطة Acunetix. يمكنكم الذهاب إلى هنا واختيار categories، ثم posters، حيث ستكونون قادرين حينها على رؤية رابط قابل للاختراق. فقط انسخوا الرابط وافتحوا الترمينال من جديد، واكتبوا SQL Map ناقص U، ثم انسخوا الرابط وقوموا بإضافة DBS، وسيحدث الشيء ذاته. هذه هي قاعدة بيانات أكوارت، ويمكن تكرار ما فعلناه سابقا. هذه هي خلاصة موضوع اختراق الثغرات بحقن SQL. إذا كان الموقع يستخدم Post Method، يمكنكم القيام بشيء من الالتفاف لفعل الأمر ذاته. فقط تأكدوا من تشغيل تطبيق بيرب سويت، والذي يأتي مع نظام كالي لينيكس. نضغط هنا، وها هو بيرب سويت، قوموا باختيار مشروع مؤقت، ثم اضغطوا Start بيرب، وها هو التطبيق. الآن نريد توجيه حركة البيانات من المتصفح إلى البروكسي. اذهبوا إلى Preferences على أي متصفح، واكتبوا Network أو Proxy، واذهبوا إلى Proxy Settings، وقوموا بتهيئة الإعدادات اليدوية للبروكسي، وفي هذه الحالة، سيكون المستضيف المحلي يستمع على المنفذ 80-80. فقط اضغطوا OK، وستلاحظون أن جميع حركة البيانات سيتم توجيهها إلى مخدم بروكسي، قبل أن تصل إلى شبكة الإنترنت. الآن سوف أقوم بفتح أي موقع بالإمكان اختراقه، أو يستخدم Post Method. فقط اذهبوا إلى هذا الموقع القابل للاختراق، واكتبوا اسم مستخدم وأي تكلمة مرور، واضغطوا دخول. والآن اذهبوا مجددا إلى برب سويت، اختاروا بروكسي، ثم HTTP History، وتفقدوا صفحة الدخول. وسوف ترون البوست كوماند، وهذا هو الهوست، وهذا هو الأيجنت، إلى آخره. وهذه هي المقاييس التي تم اختراقها. فلدينا هنا TXT Username و TXT Password. فقط قوموا بتحديد كل هذا، واضغطوا بالزر الأيمن، واختاروا Copy to File. وقوموا بتسمية هذا كالتالي SQLI.txt، وقوموا بحفظ هذا. والآن اذهبوا إلى الترمينال، وكما فعلنا سابقا في اختراق الثغرات بواسطة حقن SQL، سنقوم بكتابة SQLMap-R، ثم اسم الملف وهو SQLI.txt، ثم نضغط إدخال. سوف نقوم بتكرار نفس الخطوات ونفس الإسلوب. والآن لدينا المقاييس التي من المحتمل أن تكون قابلة للاختراق. وسوف يستغرق هذا بعض الوقت قبل أن يكون الموقع قابلا للاختراق. سوف تخرج لنا اسم قاعدة البيانات، ومن ثم يمكننا تكرار نفس أساليب الاختراق التي قمنا بعملها سابقا في Get Method.